اشتركوا في القناة ورجل مبادرة استهدفوا نحن الاثنين لبناء علاقة تزيد في ثقة العمل بين البلدين وما فيه مصلحة البلدين ومصلحة الشعبين وفقا لتوجيهات رئيسي البلدين ونحن نؤمن أن العراق والمغرب الذين صنع علاقة تاريخية منذ سنوات أو منذ القدم هي التي ما زالت مستمرة وسنعمل نحن الاثنين لإعطاء حيوية أفضل وتوهج أكبر لهذه العلاقة لهذا تأكدوا أننا نلتقي ونتحدث بصراحة وبوضوح وحتى الملفات التي تريدون أن تطرحوا على سؤالين تأكدوا أننا فتحناها وأننا نناقشها وسيكون قرارنا مشترك بما فيه مصلحة الشعبين وبما فيه احترام القانون واحترام الحياة المواطنين في كلا الدولتين لأن هذه مسؤوليتنا كمسؤولين وتأكدوا بأننا سنصل إلى نتائج إيجابية ستعود بالنفع على الدولتين ليس فقط على المستوى القانوني والقضائي ولكن على مستويات أخرى بما فيها الاقتصادي وبما فيها السياسي لذلك أنا جد مصرور ومبتهج لهذه العلاقة وسأزور العراق وسألتقي مع صديقي في أقرب الأجل حتى نعطي لهذه العلاقة ونعطي لهذا اتفاق قيمته الحقيقية والعدو الوحيد الذي يهددنا هو عنصر الوقت نريد أن نفعل هذا في أقرب وقت لأن ذلك فيه مصلحة وأينما كانت المصلحة فتم تشرع الله كما يقولون لذلك أنا أشكر السيد الوزير على زيارته وهذه الخطوة فقد سبقني فيها وجاء إلى المغرب وقد سبقني فيما هو أجمل وسأرده صاع صاعين وأزور العراق بضوري حتى نتعاون في المستقبل فضل السلام شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر شكرا